تتحت في جنيف أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التي تستمر يومين بمشاركة حكومات وقادة صناعة ومبتكرين إضافة إلى مجموعة من الروبوتات نعم وخلال المؤتمر الصحفي المرافق لإفتتاح أعمال القمة قدمت لوساءة والتي قدمت لوسائل الإعلام نماذج من الروبوتات التي أجابت عن أسئلة الصحفيين وآثار الإقضال على الذكاء الاصطناعي في العونة الأخيرة موجة من المخاوف الأمنية والاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية روبوتات الذكاء الاصطناعي تعقد مؤتمر صحفي هو الأول من نوعه هذا ليس مشهدا من أفلام الخيال العلمي في هوليود بل مؤتمر حقيقي جرى ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في جينيف تسعة روبوتات بشرية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي جلست مع صانعيها على منصة وخلال المؤتمر أجابت الروبوتات عن أسئلة الصحفيين وقالت إحداها إن بإمكانها أن تصبح أكثر فعالية من البشر لكنها لن تستولي على وظيفة أي فرد وليست لديها النية في التمرد على صانعها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تشارك فيها حكومات وقادة صناعة ومبتكرين إضافة إلى مجموعة من الروبوتات وتبحث التعاون بين الإنسان والروبوت في مختلف الأنشطة والمجارات فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في معالجة المشكلات الأكثر الحاحن على كوكب الأرض وتهدف الأمم المتحدة من مثل هذه المؤتمرات إلى تحديد تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تركز على استعمالاته للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر ودرء أي أخطار قد تنجم عن سوء استخدامه وتوظيفه ترجمة نانسي قنقر